بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن صار على دربه واتبع هداه رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فهذا هو الدرس الحادي والثلاثون من دروس تفسير سورة الأعراف للإمام فخر الدين الرازي رحمه الله تعالى نخصصه لقراءة وشرح المسائل التي ذكرها الإمام في تفسير الآية الرابعة والأربعين بعد المئة وما بعدها إلى الآية الثامنة والأربعين بعد المئة من هذه السورة الكريمة وهي قول ربنا سبحانه وتعالى قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكم من الشاكرين وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين يقول الإمام اعلم أن موسى عليه السلام لما طلب الرؤية ومنعه الله تعالى منها عدد الله عز وجل عليه وجوه نعمه العظيمة التي له عليه وأمره أن يشتغل بشكرها كأنه قال له إن كنت قد منعتك الرؤية فقد أعطيتك من النعم العظيمة كذا وكذا فلا يضيق صدرك بسبب منع الرؤية وانظر إلى سائر أنواع النعم التي خصصتك بها واشتغل بشكرها والمقصود تسلية موسى عليه السلام عن منع الرؤية وهذا أيضا أحد ما يدل على أن الرؤية جائزة على الله تعالى إذ لو كانت ممتنعة في نفسها لما كان إلى ذكر هذا القدر حاجة واعلم أن الاستفاء استخلاص الصفوة فقوله اصطفيتك أي اتخذتك صفوة على الناس قال ابن عباس رضي الله عنهما يريد فضلتك على الناس ولما ذكر أنه تعالى اصطفاه ذكر الأمر الذي به حصل هذا الاستفاء فقال برسالاتي وبكلامي قرأ ابن كثير ونافع برسالتي على الواحد والباقون برسالاتي على الجمع وذلك أنه تعالى أوحى إليه مرة بعد مرة ومن قرأ برسالتي فلأن الرسالة تجري مجرى المصدر فيجوز إفرادها في موضع الجمع وإنما قال اصطفيتك على الناس ولم يقل على الخلق لأن الملائكة قد تسمع كلام الله تعالى من غير واسطة كما سمعه موسى عليه السلام فإن قيل كيف اصطفاه على الناس برسالاته مع أن كثيرا من الناس قد ساواه في الرسالة قلنا إنه تعالى بين أنه خصه من دون الناس بمجموع الأمرين وهو الرسالة مع الكلام بغير واسطة وهذا المجموع ما حصل لغيره فثبت أنه إنما حصل التخصيص هاهنا لأنه سمع ذلك الكلام بغير واسطة وإنما كان الكلام بغير واسطة سببا لمزيد الشرف بناء على العرف الظاهر لأن من سمع كلام الملك العظيم من فلق فيه كان أعلى حالا وأشرف مرتبة ممن سمعه بواسطة الحجاب والنواب ولما ذكر هذين النوعين من النعمة العظيمة قال فخذ ما آتيتك وكم من الشاكرين يعني فخذ هذه النعمة ولا يضيق قلبك بسبب منعك الرؤية واشتغل بشكر الفوز بهذه النعمة والاشتغال بشكرها إنما يكون بالقيام بلوازمها علما وعملا والله أعلم ثم قال تعالى وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةً وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيْكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ يقول الإمام اعلم أنه تعالى لما بين أنه خص موسى عليه السلام بالرسالة ذكر في هذه الآية تفصيل تلك الرسالة فقال وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ نقل صاحب الكشاف عن بعضهم أن موسى عليه السلام خر صعقا يوم عرفه وأعطاه الله تعالى التوراة يوم النحر وذكروا في عدد الألواح وجوهرها وطولها أنها كانت عشرة ألواح وقيل سبعة وقيل إنها كانت من زمردة جاء بها جبريل عليه السلام وقيل من زبرجدة خضراء وياقوتة حمراء وقال الحسن كانت من خشب نزلت من السماء وقال وهب كانت من صخرة صماء لينها الله تعالى لموسى عليه السلام وأما كيفية الكتابة فقال ابن جريج كتبها جبريل عليه السلام بالقلم الذي كتب به الذكر واستمد من نهر النور واعلم أنه ليس في لفظ الآية ما يدل على كيفية تلك الألواح ولا على كيفية تلك الكتابة فإن ثبت ذلك التفصيل بدليل منفصل قوي وجب القول به وإلا وجب السكوت عنه وأما قوله من كل شيء فلا شبهة فيه أنه ليس على العموم بل المراد من كل ما يحتاج إليه موسى عليه السلام وقومه في دينهم من الحلال والحرام والمحاسن والمقابح وأما قوله موعظة وتفصيلا لكل شيء فهو كالبيان للجملة التي قدمها بقوله من كل شيء وذلك لأنه تعالى قسمه إلى ضربين أحدهما موعظة والآخر تفصيلا لما يجب أن يعلم من الأحكام فيدخل في الموعظة كل ما ذكره الله تعالى من الأمور التي توجب الرغبة في الطاعة والنفرة عن المعصية وذلك بذكر الوعد والوعيد ولما قرر ذلك أولا أتبعه بشرح أقسام الأحكام وتفصيل الحلال والحرام فقال وتفصيلا لكل شيء ولما شرح ذلك قال لموسى عليه السلام فخذها بقوة أي بعزيمة قوية ونية صادقة ثم أمره الله تعالى أن يأمر قومه بأن يأخذوا بأحسنها وظاهر ذلك أن بين التكليفين فرقا ليكون في هذا التفصيل فائدة ولذلك قال بعض المفسرين إن التكليف كان على موسى عليه السلام أشد لأنه تعالى لم يرخص له ما رخص لغيره وقال بعضهم بل خصه من حيث كلفه البلاغ والأداء وإن كان مشاركا لقومه فيما عداه وفي قوله وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سؤال وهو أنه تعالى لما تعبدهم بكل ما في التوراة وجب كون الكل مأمورا به وظاهر قوله يأخذ بأحسنها يقتضي أن فيها ما ليس بأحسن وأنه لا يجوز لهم الأخذ به وذلك متناقض والعلماء ذكروا في الجواب عنه وجوها الأول أن تلك التكاليف منها ما هو حسن ومنها ما هو أحسن كالقصاص والعفر والانتصار والصبر أي فمرهم أن يحملوا أنفسهم على الأخذ بما هو أدخل في الحسن وأكثر للثواب كقوله واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم وقوله الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه فإن قالوا فلما أمر الله تعالى بالأخذ بالأحسن فقد منع من الأخذ بذلك الحسن وذلك يقدح في كونه حسن فنقول يحمل أمر الله تعالى بالأخذ بالأحسن على الندب حتى يزول هذا التناقض الوجه الثاني في الجواب قال قطرب يأخذ بأحسنها أي بحسنها وكلها حسن لقوله تعالى ولا ذكر الله أكبر يعني كبير وقول الفرزدق بيتا دعائمه أعز وأطول قلت صدر هذا البيت إن الذي سمك السماء بنى لنا بيتا دعائمه أعز وأطول والمعنى دعائمه عزيزة طويلة أي أن أفعل هنا ليست على بابها في التفضيل الوجه الثالث قال بعضهم الحسن يدخل تحته الواجب والمندوب والمباه وأحسن هذه الثلاثة الواجبات والمندوبات لأن الله عز وجل يقول في الحديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليك ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه قال بعضهم الحسن يدخل تحته الواجب والمندوب والمباح وأحسن هذه الثلاثة الواجبات والمندوبات وأما قوله سأريكم دار الفاسقين ففيه وجهان الأول أن المراد التهديد والوعيد على مخالفة أمر الله تعالى وعلى هذا التقدير فيه وجهان الأول قال ابن عباس رضي الله عنهما والحسن ومجاهد دار الفاسقين هي جهنم أي فليكن ذكر جهنم حاضرا في خاطركم لتحذروا أن تكونوا منهم والثاني قال قتادة سأدخلكم الشام وأريكم منازل الكافرين الذين كانوا متوطنين فيها من الجبابرة والعمالقة لتعتبروا بها وبما صاروا إليه من النكال وقال الكلبي دار الفاسقين هي المساكن التي كانوا يمرون عليها إذا سافروا كما قال عز وجل وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون في الحديث عن ديار قوملو لذلك يقول الكلبي دار الفاسقين هي المساكن التي كانوا يمرون عليها إذا سافروا من منازل عاد وثمودة والقرون الذين أهلكهم والقول الثاني أن المراد الوعد والبشارة بأنه تعالى سيورثهم أرض أعدائهم وديارهم والله أعلم ثم قال تعالى سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين وفي الآية مسائل المسألة الأولى اعلم أنه تعالى لما ذكر في الآية المتقدمة قوله سأريكم دار الفاسقين ذكر في هذه الآية ما يعاملهم به فقال سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق واحتج أصحابنا بهذه الآية على أنه تعالى قد يمنع عن الإيمان ويصد عنه وذلك ظاهر وقالت المعتزلة لا يمكن حمل الآية على ما ذكرتموه ويدل عليه وجوه الوجه الأول قال الجبائي لا يجوز أن يكون المراد منه أنه تعالى يصرفهم عن الإيمان بآياته لأن قوله سأصرف يتناول المستقبل وقد بيّن تعالى أنهم كفروا وكذبوا من قبل هذا الصرف لأنه تعالى وصفهم بكونهم متكبرين في الأرض بغير الحق وبأنهم إن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا فثبت أن الآية دالة على أن الكفر قد حصل لهم في الزمان الماضي فهذا يدل على أنه ليس المراد من هذا الصرف الكفر بالله الوجه الثاني أن قوله سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض مذكور على وجه العقوبة على التكبر والكفر فلو كان المراد من هذا الصرف هو كفرهم لكان معناه أنه تعالى خلق فيهم الكفر عقوبة لهم على إقدامهم على الكفر ومعلوم أن العقوبة على الكفر بمثل ذلك الفعل المعاقب عليه لا يجوز فثبت أنه ليس المراد من هذا الصرف الكفر الوجه الثالث أنه لو صرفهم عن الإيمان وصدهم عنه فكيف يمكن أن يقول مع ذلك فما لهم لا يؤمنون وأن يقول فما لهم عن التذكرة معرضين وأن يقول وما منع الناس أن يؤمنوا فثبت أن حمل الآية على هذا الوجه غير ممكن فوجب حملها على وجوه أخرى فالوجه الأول قال الكعبي وأبو مسلم الأصفهاني إن هذا الكلام تمام لما وعد الله تعالى به موسى عليه السلام من إهلاك أعدائه ومعنى صرفهم إهلاكهم فلا يقدرون على منع موسى عليه السلام من تبليغها ولا على منع المؤمنين من الإيمان بها وهو شبيه بقوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس فأراد تعالى أن يمنع أعداء موسى عليه السلام من إيذائه ومن منعه من القيام بما يلزمه في تبليغ النبوة والرسالة والوجه الثاني في التأويل ما ذكره الجبائي فقال سأصرف هؤلاء المتكبرين عن نين ما في آياتي من العز والكرامة المعدين للأنبياء والمؤمنين وإنما يصرفهم عن ذلك بواسطة إنزال الذل والإذلال بهم وذلك يجري مجرى العقوبة على كفرهم وتكبرهم على الله عز وجل والوجه الثالث أن من الآيات آيات لا يمكن الانتفاع بها إلا بعد سبق الإيمان فإذا كفروا فقد صيروا أنفسهم بحيث لا يمكنهم الانتفاع بتلك الآيات فحينئذ يصرفهم الله تعالى عنها والوجه الرابع أن الله تعالى إذا علم من حال بعضهم أنه إذا شاهد تلك الآيات فإنه لا يستدل بها بل يستخف بها ولا يقوم بحقها فإذا علم الله تعالى ذلك منه صح من الله تعالى أن يصرفه عنها والوجه الخامس نقل عن الحسن أنه قال إن من الكفار من يبالغ في كفره وينتهي إلى الحد الذي إذا وصل إليه ما تقلبه فالمراد من قوله سأصرف عن آياتي المراد هؤلاء الذين ماتت قلوبهم فهذا جملة ما قيل في هذا الباب وظهر أن هذه الآية ليس فيها دلالة قوية على صحة ما نقول به في مسألة خلق الأعمال والله أعلم المسألة الثانية معنا يتكبرون أنهم يرون أنهم أفضل الخلق وأن لهم من الحق ما ليس لغيرهم وهذه الصفة عن التكبر لا تكون إلا لله تعالى لأنه هو الذي له القدرة والفضل الذي ليس لأحد غيره لأنه هو الذي له القدرة والفضل الذي ليس لأحد فلا جرم يستحق كونه متكبرا وقال بعضهم التكبر إظهار كبر النفس على غيرها وصفة التكبر صفة ذنب في جميع العباد وصفة مدح في الله جل جلاله لأنه يستحق إظهار ذلك على من سواه لأن ذلك في حقه حق وفي حق غيره باطل واعلم أنه تعالى ذكر في هذه الآية قوله بغير الحق لأن إظهار الكبر على الغير قد يكون بالحق فإن للمحق أن يتكبر على المبطل وفي الكلام المشهور التكبر على المتكبر صدقة وأما قوله تعالى وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا ففيه مباحث البحث الأول قرأ حمزة والكسائي الرشد بفتح الراء والشين والباقون سبيل الرشد بضم الراء وسكون الشين وفرق أبو عمر بينهما فقال الرشد بضم الراء الصلاح لقوله تعالى فإن آنستم منهم رشدا أي صلاحا والرشد بفتحهما الاستقامة في الدين قال تعالى على لسان نوسى عليه السلام أنه قال للعبد الصالح هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا وقال الكسائي هما لغتان بمعنى واحد مثل الحزن والحزن والسقم والسقم وقيل الرشد بالضم الاسم وبالفتحتين المصدر البحث الثاني سبيل الرشد عبارة عن سبيل الهدى والدين الحق والصواب في العلم والعمل وسبيل الغي ما يكون مضادا لذلك ثم بين تعالى أن هذا الصرف إنما كان لأمرين أحدهما كونهم مكذبين بآيات الله بين تعالى أن هذا الصرف إنما كان لأمرين أحدهما كونهم مكذبين بآيات الله والثاني كونهم غافلين عنها والمراد أنهم واضبوا على الإعراض عنها حتى صاروا بمنزلة الغافل عنها والله أعلم ثم قال تعالى والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون يقول الإمام اعلم أنه تعالى لما ذكر ما لأجله صرف المتكبرين عن آياته بقوله ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين بين حال أولئك المكذبين فقد كان يجوز أن يظن أنهم يختلفون في باب العقاب لأن فيهم من يعمل بعض أعمال الخير فبين تعالى حال جميعهم سواء أكان متكبرا أو متواضعا أو كان قليل الإحسان أو كان كثير الإحسان فقال والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة يعني بذلك جحدهم للميعاد وجراءتهم على المعاصي فبين تعالى أن أعمالهم محبطة لأن الإيمان أساس قبول الأعمال فإذا انتفى الإيمان فلا قيمة لهذه الأعمال الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والكلام في حقيقة الإحباط قد تقدم في سورة البقرة على الاستقصاء فلا فائدة في الإعادة ثم قال تعالى هل يجزون إلا ما كانوا يعملون وفيه حذف والتقدير هل يجزون إلا بما كانوا يعملون أو على ما كانوا يعملون واحتج أصحابنا بهذه الآية على فساد قول أبي هاشم في أن تارك الواجب يستحق العقابة بمجرد أن لا يفعل الواجب وإن لم يصدر منه فعل عند ذلك الواجب قالوا هذه الآية تدل على أنه لا جزاء إلا على العمل وليس ترك الواجب بعمل فوجب أن لا يجازى عليه فثبت أن الجزاء إنما حصل على فعل ضده وأجاب أبو هاشم بأني لا أسمي ذلك العقاب جزاء فسقط الاستدلال وأجاب أصحابنا عن هذا الجواب بأن الجزاء إنما سمي جزاء لأنه يجزي ويكفي في المنع من النهي وفي الحث على المأمور به فإن ترتب العقاب على مجرد ترك الواجب كان ذلك العقاب كافيا في الزجر عن ذلك الترك فكان جزاء فثبت أنه لا سبيل إلى الامتناع من تسميته جزاء والله أعلم ثم قال تعالى واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين يقول الإمام اعلم أن المراد من هذه الآية قصة اتخاذ السامري العجل وفيها مسائل المسألة الأولى قرأ حمزة والكسائي حليهم بكسر الحاء واللام وتشديد الياء للإتباع والباقون حليهم بضم الحاء وكسر اللام وتشديد الياء جمع حلي كثدي وثدي وقرأ بعضهم من حليهم على التوحيد والحلي اسم ما يتحسن به من الذهب والفضة المسألة الثانية قيل إن بني إسرائيل كان لهم عيد يتزينون فيه ويستعيرون من القبط الحلي فاستعاروا حلي القبط لذلك اليوم فلما أغرق الله عز وجل القبط بقيت تلك الحلي في أيدي بني إسرائيل فجمع السامري تلك الحلي وكان رجلا مطاعا فيهم ذا قدر وكانوا قد سألوا موسى عليه السلام أن يجعل لهم إلها يعبدونه فصاغ السامري عجلا ثم اختلف الناس فقال قوم كان قد أخذ كفا من تراب حافر فرس جبريل عليه السلام فألقاه في جوف ذلك العجل فانقلب لحما ودمى وظهر منه الخوار مرة واحدة فقال السامري هذا إلهكم وإله موسى قلت ويدل على هذا التأويل قوله تعالى في سورة طاها على لسان موسى عليه السلام قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي وقال أكثر المفسرين من المعتزلة إنه كان قد جعل ذلك العجل مجوفا ووضع في جوفه أنابيب على شكل مخصوص وكان قد وضع ذلك التمثال على مهب الرياح فكانت الريح تدخل في جوف الأنابيب ويظهر منه صوت مخصوص يشبه خوار العجل وقال آخرون إنه جعل ذلك التمثال أجوف وجعل تحته في الموضع الذي نصب فيه العجل من ينفخ فيه من حيث لا يشعر به الناس فسمعوا الصوت من جوفه كالخوار قال صاحب هذا القول والناس قد يفعلون الآن في هذه التصاوير التي يجرون فيها الماء على سبيل الفوارات ما يشبه ذلك فبهذا الطريق وغيره أظهر الصوت من ذلك التمثال ثم ألقى إلى الناس أن هذا العجل إلههم وإله موسى بقي في لفظ الآية سؤالا السؤال الأول لمقيل واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا والمتخذ هو السامري وحده والجواب فيه وجهان الأول أن الله تعالى نسب الفعل إليهم لأن رجلا منهم باشرة كما يقال بنوا تميم قالوا كذا وفعلوا كذا والقائل والفاعل واحد منهم والثاني أنهم كانوا مريدين لاتخاذه راضين به فكأنهم اجتمعوا عليه السؤال الثاني لمقال من حليهم ولم يكن الحلي لهم وإنما حصل في أيديهم على سبيل العارية والجواب أنه تعالى لما أهلك قوم فرعون بقيت تلك الأموال في أيديهم وصارت ملكا لهم كسائر أملاكهم بدليل قوله تعالى في سورة الشعراء فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل وقوله تعالى في سورة الدخان كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين السؤال الثالث هؤلاء الذين عبدوا العجل هم كل قوم موسى أو بعضهم والجواب أن قوله تعالى واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا يفيد العموم قال الحسن كلهم عبدوا العجل غير هارون عليه السلام واحتج عليه بوجهين الأول عموم هذه الآية والثاني قول موسى عليه السلام في هذه القصة رب اغفر لي ولأخيه قال خص موسى عليه السلام نفسه وأخاه بالدعاء وذلك يدل على أن من كان مغايرا لهما ما كان أهلا للدعاء ولو بقوا على الإيمان لما كان الأمر كذلك وقال آخرون بل كان قد بقي في بني إسرائيل من ثبت على إيمانه فإن ذلك الكفر إنما وقع في قوم مخصوصين والدليل عليه قوله تعالى ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون السؤال الرابع هل انقلب ذلك التمثال لحما ودما على ما قاله بعضهم أو بقي ذهبا كما كان قبل ذلك والجواب الذاهبون إلى الاحتمال الأول احتجوا على صحة قولهم بوجهين الأول قوله تعالى عجلا جسدا له خوار والجسد اسم للجسم الذي يكون من اللحم والدم ومنهم من نازع في ذلك وقال بل الجسد اسم لكل جسم كثيف سواء أكان من اللحم والدم أو لم يكن كذلك والحجة الثانية أنه تعالى أثبت له خوارا وذلك إنما يتأتى في الحيوان وأجيب عنه بأن ذلك الصوت لما أشبه الخوار لم يبعد إطلاق لفظ الخوار عليه وقرأ علي رضي الله عنه له جؤار بالجيم والهمزة من جأر إذا صاح فهذا ما قيل في هذا الباب واعلم أنه تعالى لما حكى عنهم هذا المذهب والمقالة احتج على فساد كون ذلك العجل إلها بقوله ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين وتقرير هذا الدليل أن هذا العجل لا يمكنه أن يكلمهم ولا يمكنه أن يهديهم إلى الصواب والرشد وكل من كان كذلك كان إما جمادا وإما حيوانا عاجزا وعلى التقديرين فإنه لا يصلح للإلهية واحتج أصحابنا بهذه الآية على أن من لا يكون متكلما ولا هاديا إلى السبيل لم يكن إلها لأن الإله هو الذي له الأمر والنهي وذلك لا يحصل إلا إذا كان متكلما فمن لا يكون متكلما لم يصح منه الأمر والنهي والعجل عاجز عن الأمر والنهي فلم يكن إلها وقالت المعتزلة هذه الآية تدل على أن شرط كونه إلها أن يكون هاديا إلى الصدق والصواب فمن كان مضلا عنه وجب أن لا يكون إلها فإن قيل فهذا يوجب أنه لو صح أن يتكلم ويهدي يجوز أن يتخذ إلها وإلا فإن كان إثبات ذلك كنفيه في أنه لا يجوز أن يتخذ إلها فلا فائدة فيما ذكرتم والجواب من وجهين الأول لا يبعد أن يكون ذلك شرطا لحصول الإلهية فيلزم من عدمه عدم الإلهية وإن كان لا يلزم من حصوله حصول الإلهية الثاني أن كل من قدر على أن يكلمهم وعلى أن يهديهم إلى الخير والشر فهو إله والخلق لا يقدرون على الهداية إنما يقدرون على وصف الهداية فأما على وضع الدلائل ونصبها فلا قادر عليه إلا الله سبحانه وتعالى واعلم أنه ختم الآية بقوله وكانوا ظالمين أي كانوا ظالمين لأنفسهم حيث أعرضوا عن عبادة الله تعالى واشتغلوا بعبادة العجل والله أعلم وبهذا فرغ الإمام من تفسير الآية الثامنة والأربعين بعد المئة ونقف عند الآية التاسعة والأربعين بعد المئة وهي قوله تعالى ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين نقرأ المسائل التي سطرها الإمام في تفسير هذه الآية وما بعدها في الدرس القادم إن شاء الله تعالى هذا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين